أنهت أمانة عمان الكبرى مشروع إعادة تأهيل شارع الملك غازي في وسط البلد في عمان بعد عناء واجهه التجار في الشارع لأكثر من عام حيث سيتم افتتاح الشارع في الخامس عشر من الشهر الحالي انتهى رصف الأحجار في شارع الملك غازي في وسط البلد ليستعد التجار متنفسين الصعداء لافتتاحه وإعادة الحركة إلى محالهم التجارية بعد عناء انتظار استمر لأكثر من عام بالنتيجة أفضل من أول بس العطل اللي صارت هاي كلها أثرت علينا ورجعتنا لوراء كثير إحنا إن شاء الله متفاعلين بالخير وإن شاء الله ربنا يحسن الأمور أحسن في البلد وسير أحلى وإحنا هذا اللي بدنا إياه إحنا أصلا يعني إحنا حابين بلدنا تكون حلوة وسياحية لم تغب ملاحظات التجار والمارة عن بعض الثغرات في الشارع كنسداد مصارف المياه وتكسر أطراف المناهل إلا أن منفذي المشروع خالفوهم الرأي المناهل مثلاً الميل الشارع كله كان فيه مساوي هلأ فيه موسابة مثلاً ميل الشارع إذا أنت بتلاحظ المناهل شوي مثلاً مش كتير ممكن الإنارة مش كتير فإن شاء الله أنه يتأمل أنه يعني الأمان إنها تشوفها وتلاحظهم مدة المشروع كانت 150 يوم نسبة إنجاز الأعمال المفروض أنها تكون تأمل وجهها 150 يوم بس سبب ظروف جوية اشتغلنا فعلياً فقط 79 يوم بالضبط كان فعلياً شغل طبعاً إحنا اتبعنا كل مواصفات المقيس حسب العطاء المطلوب والحمد لله وجدتنا بعض المشاكل من خدمات من حفر من أي شيء تعدنا الصعوبات كلها الحمد لله بفضل الجميع وكاننا ضغوطات من بعض التجار من بعض السحاب السرافيس الحمد لله بفضل الله كاننا مرتمام حسب العطاء ما هو مطلوب المقيس العالمي بالنسبة للسلوب بتاع المي اشتغلنا عليه بعد عام من الانتظار انتهى إنشاء شارع بطول يقارب الأربعمائة متر مخلفاً خسائر فادحة للتجار الذين يأملون في فضها والوقوف مجدداً